أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على وليك أمير المؤمنين سلام الله عليه ننهل من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن كلمات العترة الطاهرة ما يهذب هذه الحياة وما يعلم البشر على مر التأريخ ونأخذ منهم النظام الصحيح والحالة الطبيعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا جميعا ومما يحفظ المجتمع وحياة المجتمع والإنسان وصدق الإنسان هو الصدق هو الذي يحمي هذا المجتمع من التشتث ومن الانهيار ويحمي العلاقات العامة والخاصة القريبة والبعيدة تحفظ بالصدق وحتى علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى تحفظ بالصدق وكذلك حياة الإنسان مع الإنسان الآخر وكذلك الإنسان مع نفسه يحفظ بالصدق وعدو ذلك والذي يبعد هذا الجدار الحامي وهذا المانع الشديد الذي يمنع من انهيار تلك العلاقات من الانهيار هو الصدق ولكن هناك من يهدم تلك العلاقات العلاقة مع الله عز وجل والعلاقة مع الناس وحتى فهم النفس وتقييم الذات كله يكون على محك الانهيار لكن متى إذا حضر ما في شاهد الزور ومن نتائج شاهد الزور ما جاء يعني على خلاف قضية الصدق إذا حضر الكذب وحضر تغيير الحقائق وأمثال ذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها ومن حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب هذا حديث ينقله أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصادق الأمين قبل البعثة وبعد البعثة هذا المعروف عنه صلى الله عليه وآله والذي ينقل هذا الحديث هو أمير المؤمنين سلام الله عليه أنظر إلى خطورة شهادة الزور تغير الحقائق وتبعد القريب وتقرب البعيد لكن على حساب الحقيقة وإذا غابت الحقيقة غابت النصيحة معها وإذا غابت الحقيقة غابت الصديق الصادق والصدوق معها وإذا غابت الحقيقة غابت معها الأشياء التي تجعل حياة الإنسان سوية الحياة الاجتماعية سوية انظر من شهد شهادة زور على أحد من الناس إنسان يشهد نستجير بالله يشهد شهادة مغيرة للحقيقة مغيبة للحقيقة مغيرة لكثير من الحقوق كلها تحت هذه الطائلة طائلة شهادة الزور من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين هؤلاء الذين غيروا الحقائق وأظهروا شيء وأظمروا شيء آخر في قلوبهم علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها إذن الذي يعلم بالخيانة ويوقع الخيانة عن علم وعن إحاط بها وعن معرفة بها فهو كالمبتدئ للخيانة هذا مجرد أنه يعلم في هذه القضية التي وقعت وهي على وجه الخيانة إذن الآن من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار والحديث يبين حتى موقع هذا الإنسان الذي يخون الذي يشهد شهادة زور الذي يغير الحقيقة يجعله الله عز وجل في أسفل درك من النار نستجيل بالله ثم حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة وهذا الحديث الآخر الذي يرفض الحديث الأول ويبين الحقائق الأخرى الموجودة في الحديث الأول والحقائق الموجودة فيه التي جاء بها هذا الحديث لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وهذا مقام يقوم أو يقام فيه الشاهد شاهد الزور الذي يأخذ بسببه يأخذ الحق من صاحبه إلى غيره وتبدل الحقيقة كما أسلفنا وتغير الأشياء التي ينتفع بها الناس ونتيجة ذلك انهيار المجتمع إذا غاب الصدق وغابت الحقائق وبنى الناس نستجير بالله على عدم الصدق انهار المجتمع فلا يبقى موعد ولا تبقى كلمة ولا يبقى موقف ولا يبقى عند الإنسان شيء يعتمد عليه أبدا لا ينقضي كلام كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار هذه من جهة ومن جهة أخرى من كتم الشهادة كذلك ومعلوم أن ما جرى على أهل البيت سلام الله عليهم إنما من هذا الباب وأمثال هذا الباب وحديثنا الأول لا نغادره من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين هذه جهة اشتراك شاهد الزور مع المنافقين باعتبار أنه يظهر غير الحقيقة يعلم بالحقيقة إلا أنه لا يظهر تلك الحقيقة وكذلك المنافق يعلم بالإيمان ويظهر الإيمان ولكنه يستبطن الكفر والشرك هذا ما أردنا أن نتكلم باختصار حوله وهو حديث أمير المؤمنين عليه السلام الذي ينقله عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والحديث الثاني هو كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويبين عقاب من شهد شهادة الزور ومن كتم شهادة الحق ونلخص ما تكلمنا به في نقاط الأولى في شدة في شدة عقاب من شهد شهادة الزور ثم موقع شاهد الزور في أسفل درك من النار وكذلك يعلق بلسانه مع المنافقين وهذا نوع عقاب للمنافقين ويشملك الشاهد الزور والحديث الثاني لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار نستجير بالله تعالى من شهادة الزور ومن كتم الشهادة ونسأل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه بمحمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة